يسعدنا أن نخصص هذه الحلقة من سلسلة رشفات عن الكنية عند العرب حسن الكنية ما هي؟ الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن والكنية من مفاخر العرب وقال الزمخشري لم تكن الكنية لشيء من الأمم إلا للعرب إذن هذه الحلقة نفردها لما صدر بأب في غير بني آدم جيد ما كنية الجمل عند العرب؟ أبو أيوب الذئب أبو سعد وأبو جعدة وأبو كاسب الأسد أبو الحارث وأبو فراس الثعلب أبو الحسين وأبو الهجرس القط أبو خداش الفهد أبو الوثاب وأبو حيان القرد أبو زنة الحمامة الحمامة هي مفرد الحمام ذكرا كان أم أنثى أبو عكرمة السمك أبو العوام الديك أبو اليقضان الفيل أبو الحجاج وأبو العباس الحمار أبو زياد وأبو صابر إبليس أبو مرة الأعمى أبو البصير الجوع أبو مالك الإفلاس أبو عمرة وهو كنية للجوع أيضا المشعوذ أبو العجب الماء أبو غياث اللحم أبو الخصيب التمر أبو عون الخل الخل بفتح الخاء أبو نافع وأبو ثقيف الجبن أبو مسافر الغناء أبو شائق الشبع الشبع أبو الأمن المزمار أبو الصخب البغل أبو الأثقال وأبو الأشحج وأبو جميل النوم أبو راحة الكبر والهرم أبو زعيد وأبو سعد البحر أبو خالد الحرباء أم حذر البعوض أبو دثار الوزغ أبو بريس الهدهد أبو الأخبار وأبو الربيع أيضا البازي أبو لاحق الضب أبو حسل الظل أبو مرحب الأبخر أبو الذباب الغراب أبو المرقال الخبز أبو جابر الأبيض أبو الجون الأسود أبو البيضاء الجبل الذي من جهة الصفة بجوار المسجد الحرام أبو قبيس دكتور لو أردنا أن نضع كنية لبعض الأشياء المعاصرة هل يحق لنا ذلك؟ وما له أن لا يحق مثل ماذا؟ الجوال الجوال أبو واصل لما فيه من الواصل والتواصل الحاسوب الحاسوب أبو البنان التلفاز أبو العينين أو أبو شاهد والمجال متاح بعد ذلك لمن أراد أن يقر هذا أو أن يقول شيئا آخر أو أن يضع كنية لشيء آخر الدائرة في هذا واسعة أحسن الله إليكم وإليكم آمين